هاي يا جماعة ازايكو يارب تكونوا كويسين تعالوا النهاردة نعمل حاجة حلوة وسهلة قوي لو عندنا توست وكريم كراميل وكريم شنطي تعالوا قلوكم ممكن نعمل بيهم ايه هجيب التوست وقطع اطرافه بالشكل ده وبعدين احطه في صناية وصناية ما تكونش مدهونة اي حاجة خالص وبعدين اجيب الكريم كراميل وحط البودر بتاعه في نص لتر لبن وسخنهم عن نار لحد ما يغلوا ويتحول لونه للون ده وبعدين انزله على التوست عشان التوست يتشرب الكريم كراميل واسيبه في التلاجة لمدة ساعتين ودلوقتي نعمل الكريم شنطي هجيب الكريم شنطي وانزله على كوباية لبن وحط عليهم معلقة لبن بودرة وادربهم لحد ما يكون القوام معي بالشكل ده وابدأ افرده على التوست وبعدين اجيب الكراميل اللي كان في باكة الكريم كراميل وانزله على الكريم شنطي وبعدها احطه برضو في التلاجة ساعتين وبعدها يطلع بالشكل التحفة ده والطعم خطير وكمان متماسك عشان احنا كل خطوة كنا بنقاعدة في التلاجة ساعتين لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب وتفعلك جرس عشان يوصلك كل جديد ولو عايزين تعرفوا مقادير الوصفة دي ومقادير بقية الوصفات هتلاقوها على الانستجرام وكمان لو عايزين تسألوني في اي حاجة هرد على الانستجرام فمستنية كل اسئلتكم وسايبالكم لينك تحت الفيديو في الديسكريبشن بوي بوي